اهلا بكم الجديد دعا امام بلدة العوامية السعودية التي شهدت اعمال عنف بين السكان وقوى الامن دعا الى استخدام ما وصفه بزئير الكلمة ضد السلطات بدلا من السلاح واوردت وكالة الانباء الفرنسية نقلا عن الشيخ نمر النمر ان سلاح الكلمة اقوى من الرصاص لان السلطات ستربح في معركة السلاح حسب تعبيره وكانت الحكومة السعودية قد اعلنت عن جرح 14 شخصا في مواجهات وقعت في العوامية ويعيش في منطقة القطيف عدد كبير من اتباع المذهب الشيعي وكانت مسرحا في مارس اذار الماضي لاحتجاجات مناوئة للحكومة